أهلا بكم عزيزي المشاهدين مع أنا القارئ والموتاهي للصغير صاحب الصوت الزهبي ابن مركز رشيد بمحافظة البحيرة الشيخ طاها عزة طاها ممكن تعرفنا عن نفسك؟ أهلا وسهلا بحضرتك أنا طاها عزة إبراهيم من مركز رشيد محافظة البحيرة ابن قرية ديتفينة حصلت على مسابة ماليزيا العالمية في 2016 وده كان بتغشيح من وزارة الأواث بالقاهرة متحنت على مستوى الإدارة الأول وبعدين متحنت على مستوى الدمورية فالحمد لله فلعت الأول ورحت ماليزيا وكنت من أصغر المتسابقين أو قلت أصغر متسابق حصلت الحمد لله على مركز المتسابقين المسابقة كانت عبارة عن أربع أيام الحمد لله كانت موافقة الحمد لله وأنا كنت من أول المتسابقين اللي شاركت وكنت في الآخر هيقدنت حفلة الاختتام وكنت واحد من المشاركين في الحفلة طاها بإزاي كتشفت أنك عندك موهبة تلاوة الكرآن؟ الحمد لله أكتشفت أنه عندي موهبة من سنة عشر سنين وكان والدي الحمد لله صوته جميل كان بيقول دايما كان بيقرأ دايما في البيت فأنا حاودت أقلده فهو من أول ما أقلده في أول مرة وهو أحتاجت يعني أنه في صوت مويس حمد لله مفتقين مفاتا خدائق وأعنابا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم روح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتقذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر عليتني كنت ترابا صدق الله العظيم